موسيقى سوق الكلب واحد من الأسواق الكبيرة والمشهورة في سلا شعلات فيه العافية وخلات ورمات خسائر كبيرة تكبدوها التجار وأصحاب المحلات والبيعة والشلايا ذي الخضرة والفواكه والموصيبة أن سبب الحارق مازال مجهول والتجار صبحوا الله كريم تلعاش نقول لك هذا شيء ما نقدرش تلعاش يبقى بنا خالفة على الله حيث ما كنش تعويض وما كنش عالشها ما بلا ملبوح لي بشعل بشي اليوم الخالفة العافية شعلت أنا سنتفرج كنتش فيها قهوة قرار القهوة اللي كنتش فيها أونك وماشي يودلع شق تلعاش يبقى العافية الشيء علينا ره ربعات المرات وجوج مرات في سوق الصالحين وهنا سوق الساعة دار بعض المرات جوج شعلوا عمد برد هذوك لا مشي عمدا شعلوا الناس واحد مثل جمر وواحد مثل بوطا هذوك تعطقوا هذو الجوج الأخرين ما عرفناهم كيف هجونا رجال مطافي إلا دورتي معاه كيمشي طفيل البلاسة اللي دور معاه السيد هذو شيء توصل الرأي العام وحنا كنطاربوا بهذ الناس المسؤولين يجيوا لعندنا ويوقفوا معنا را مشي أديا اللوية را عباد الله را كيمش كل هذو الكريدي كل را حول ولا قواتي إلا بالله هذو المشهد صبح كيتكرر في العديد من المدن دين المغرب والحد الساعة ما كان حتى شي حل تعويض المتضررين اللي ما عندهم لا تأمين لا على حياتهم ولا سلعتهم قد شح أجل أنا شي غاول حلوش كارهم مشك الله يجي البيب يعلق الدواب أول تنزل بخويا عبدالينا ويعطوني ابن دنو ولا رقا هذه التالة في الحرقة تنزل بحرقة ما جاء عندنا حد ما حرق يتواحد هذا بطعو هنا عملت الحكومات عزيرات دوم عشو ما النصر عايشة عائلات ضاعة هنا هنا أما الولاد هنا تشارت المراف هنا يشارت الدري سراء يولي العجران في السلام واش نشوها البارح بنولهم ناس ناخ 30 عام ونهارفع نحن ضاعوا جدودنا هنا فينا أما هنا شو كان نوال هنا ونسر هدد لشي في ضاعة هنا واشتغي بالكيران بالكيران ما قالوا إن شيخا بي كان هنا ديالو هنا هنا هذا المناطق المجاورة نحن بي كان المالك لا يديوا للا حكومة لو كان هناك نصادات فجار شاند الناس هنا لم يكون أولادهم لو كان الواطن الأخذ ماهل أخذنا حقا سوق الكلب يوج من موقع مهم ومحسس في بدينا سلا وفي سلا يقصده مش غير سكان سلا وإنما احتس السكان المناطق المجاورة وهذا كي يطرح تساؤل كبير حول المتسبب في حريق هذا السوق